في خضم الصراع السياسي وتجاذباته بدأت جولة جديدة من تسلم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام بعدما أصدرت هيئة رئاسة البرلمان قرارها بفتح باب الترشيح هذا القرار سرعان ما فتح باب الطعون القانونية من قبل بعض الجهات أمام المحكمة الاتحادية بعض القراءات لا تجد تفسيرات قانونية أو منطقية تبيح القفز على المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بالواقع اليوم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مجددا هو مقالفة دستورية بحذاتها اليوم الكتل السياسية تجاوزت التوقيطات الدستورية المقررة لاختيار رئيس الجمهورية لكن موضوع التوقيطات الدستورية وخروقاتها أم اعتدنا عليه بعد عام 2003 الكتل السياسية تخرج الدستور متى عشاءت لكن اليوم فتح باب الترشيح مجددا سوف يعيد حسابات الكتل السياسية ربما نعتقد بأن البارتي سوف يرشح شخصية أخرى غير سيده شارزي باري بعد رفضه من المحكمة الاتحادية إذا قام البارتي بترشح شخصية أخرى ربما سوف يعزز من حصوله على منصب رئيس الجمهورية الذي يكتي بأنه استحقاقه من ناحية العروف السياسي في حين يوال بارتي بأنه استحقاقه الانتخابي ومنصب رئيس الجمهورية ليس حكرا لأحد لكن يبدو أن عامل الوقت مهم جدا في حسم الملفات الجدلية خاصة منصب رئيس الجمهورية وهذا قد يكون ضمن حسابات رئاسة البرلمان في قرارها الأخير بحسب بعض التفسيرات في وقت يقول مراقبون أن الحسم سيكون بيد التحالف الثلاثي الأكبر مع احتفاظ الديمقراطي الكردستاني بحضوظه في نيل المنصب وفق الاستحقاقات الانتخابية عدم الاتفاق هذا يأخذ فترة طويلة بالتالي فتحت باب سرشيح لإعطاء فرصة لمعض الكتل السياسية في تقديم مرشحي جدد قد تستبدل مرشحيها القدامة لوجود بعض الإشكالات بالتالي هي تريد أن تساهم نوعا ما في حل هذا المأزق السياسي واتجد مخرجا معينا للخروج من هذه الأزمة بالتالي أعتقد أن هناك حراكة سريعة سوف لن نحتاج ربما لترشيح أسماء جديدة هناك حراكة سريعة بين الكتل السياسية للخروج من هذه المشكلة وبالتالي الذهاب إلى جلسة مجلس النواب وبالاتفاق على اسم معين وأتوقع أن التحالف الثلاثي سوف يكون له كلمة كبيرة في هذا الموضوع وبحسب التواقعات فإن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري ما زال يحتفظ بحقوقه في نيل منصب رئاسة الجمهورية المنصب الذي يفتح الباب الأخير لتشكيل الحكومة الجديدة التي يصير زعيم التيار الصدري مقتدى صدر على أن تكون حكومة أغلبية وطنية من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيلي موسيقى موسيقى موسيقى